وَاَعْتَصِنُوا بِحَبِلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَالْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ أَحْمَدُهُ تَعَالَى وَأَسْتَعِينُهُ وَأَسْتَغْفِرُهُ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله وما دافع رمضان في قلوبكم وما دافع القرآن في قلوبكم القرآن وما أدراك ما القرآن قال الله جل جلاله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فعظم رمضان بالقرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان انظر في ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين في رمضان هدى للناس مش المتقين بس للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى بينات من الهدى هدى بين واضح بينات من الهدى والفرقان تالله ما زاق القلب ألز من آياته تالله ما قرأ المرء كتابا أنفع من كلمات القرآن القرآن إنه لزة الحياة بل إنني أستطيع أن أقول إن تدبر القرآن طيران القلوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فكاد قلبي يطير طيران القلوب القرآن تدبره نعيم وفهمه نعيم حتى الحيرة الحيرة أن يتحير الإنسان نعيم التعجب نعيم السماع نعيم القراءة نعيم الترتيل نعيم نعيم القرآن الذي لا يشقى جليسه ولا يشبع أنيسه القرآن كلام الرحمن منة المنان القرآن أحسن القصص وأحكم البيان القرآن كاشف خفايا النفوس درار العطايا والدروس درار العظاة والدروس القرآن حقيقة لا تحتمل الشك الصدق الذي هو الصدق والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون جاء بالقرآن القرآن نور هاد صلاح البلاد والعباد القرآن صانع شخصية المسلم القرآن جمال وجلال القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعل عليه القرآن القرآن مشغلة الأولياء في رمضان ورمضان خاص بالقرآن كان مالك مالك إمام المدينة الإمام مالك بن أنس كان مالك في رمضان يقبل على القرآن ويترك التدريس لا يدرس فقه ولا يدرس حديث ولا يروي ولا يحدث يعملش حاجة خالص عاكف على القرآن كان الشافعي في رمضان يفر من مجالسة الناس ويقول إنما هو القرآن الإمام الشافعي كان يختم كل يوم ختمتين ختمة في نار وختمة في الليل لله درك يا ذا الستين ختمة القرآن يا أهل القرآن إذا أهل رمضان فعليكم بالقرآن إذا أردتم الشفاعة فالقرآن شفيع مصدق إذا اهتممت بالقرآن وركزت في القرآن تبددت عن المذن بالعوائق فأتاب واستهل القرآن أيها الإخوة ولكن الشيطان لا يدعك الشيطان يصرفك الشيطان يبعدك تعالوا لنتدبر تعالوا لنتدبر القرآن ومعنا الجزء الحادي عشر ومن عجائب الجزء الحادي عشر تعالوا لنقف وقفه في تصنيف الله للناس وفي الجزء الحادي عشر تعالوا لنتوقف وقفه في تصنيف الله تعالى للناس انشغل بعض الشباب اليوم بتصنيف الناس ده سلفي وده خلفي وده كذا وده كذا وده كذا وده مبتدع وده منافق وده إلى آخر ونحن ننهى عن هذا مطلقا انشغل بنفسك بلكش دعو بالناس دعي الناس لرب الناس لا تنشغل بعيوب الناس ولا تنشغل بآفات الناس ولا تنشغل بخطايا الناس ولا تتبع عورات المسلمين انشغل بنفسك وإصلاح عيوبك تعالى بقى نشوف التصنيف اللي ربنا صنفه في هذه السورة عشر أصناف عشر أصناف ربنا جل جلاله في سورة التوبة صنف الناس الأول المنافقين سيحلفون بالله لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين دول الأولين أول حاجة المنافقين الفاسقين الذين الصنف الأول صنفه الله عز وجل يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين هؤلاء الفاسقون المنافقون شغلهم مهمهم الشاغل رضى الناس عايز يبقى كل الناس راضي عنه كل الناس مبسوطة منه كل الناس بتمدحه كل الناس بتسني عليه كل الناس بتخدمه كل الناس بتعظمه وتوقره وتحترمه له بريستيج ده همه وناسي ربنا ناسي رضى ربنا جل جلال مش مشغول برضى ربنا سبحانه وتعالى هي دي مصبته فرب صحة قال خليهم يرضوا الناس ارضوا عنهم زي ما انت عايزين لكن لا يرضى الله يحلفون لكم يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ده الصنف الأولاني اللي بقولك بقى لما تيجي تصنف صنف نفسك بقى انت همك رضى الناس ولا رضى ربنا الصنف الثاني الأعراب أشد كفرا ونفاقا ليه وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله يبقى عشان تنجوا من هذه الطامة كفر ونفاق لازم تعلم حدود ما أنزل الله على رسوله تعلمها وتدركها نملة ثلاثة بسرعة ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق كربات عند الله وصلوات الرسول لا نعتالت الأعراب وديك اللي احنا بنقول بقى القعدة اللي عندنا عند عند اللي ليهم أصول ما أصولش القعدة الأصولية ليه أصول فقر يعني لا عند أهل الأصول القعدة أن التعميم خطأ أنك تقول البلد الفلانية بخلة أن البلد الفلانية كرمة أن البلد الفلانية كذا التعميم خطأ كل بلد فيها وفيها وكل مهنة فيها وفيها وكل حرفة فيها وفيها وكل مجموعة أشخاص أو جماعة أو فيها وفيها ربنا قال جل جلاله قال عن أهل الكتاب كده ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة ليسوا سواء فلذلك التعميم خطأ فلما ربنا صحوه تعالى يقول من الأعراب أشد كفرا ونفاقا ربنا صحوه تعالى ذكر بعدها ومن الأعراب من يتخذ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلاوات الرسول دي مهمة جدا جدا في مسألة النجاح اعلم حدود ما أنزل الله معرفة الرسول الصدقات والقربات صلوات الرسول طب أجيب منين صلوات الرسول دلوقتي والرسول مات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لازم تعرف أنه حي في قبره حياة برزخية ليست كحياتنا لا يعلم كنها إلا الله حياة أتم من حياة الشهداء ربنا قال عن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون الأنبياء أتم حياة وأكمل حياة في قبورهم ويسمعون ويسمعون والرسول قال كده أسمع قال وقد أرمت قال إذا الله هرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فدي عقدتك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية في قبره صلى الله عليه وسلم تبلغه صلاتنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النوع الثالث إحنا قلنا واحد المنافقين الفاسقين لمن اتنين الأعراب أشد كفرا ونفاقا ثلاثة من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر أربعة والسابكون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا ممن اتبعوهم بإحسان اللهم ارضى عنا اللهم رضنا وارضى عنا اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا حي يا قيوم السابكون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اتباع بإحسان زي ما قلت لك قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم مجاش قالك حط ايدك على كتافي او امسك في جلبيتي امسك في ثوبي وامش وراي وانت مغمض لا ده قالك افهم عشان كده قالك ايه واجدر وقال لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله اعلم حدود ما انزل الله على رسوله وعيشها وفهمها هو ده الكلام اللي احنا بنوضحه القرآن يبقى دستورك يبقى امامك تبقى فاهم تبقى مدرك بتعمل ايه السابقون الاولون والذين اتبعوهم باحسان دايما الاحسان الرؤية الايه الاحسان قال تعبد الله كأنك كأنك تراه يبقى الاحسان رؤية يبقى لي رؤية يبقى نفس شايف او من كان ميتا فاحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ماشي على نور قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني فاتباع على بصيرة اتباع باحسان والذين اتبعون باحسان ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق مردوا الامرد اللي هو ملوش لحية الشاب الصغير اللي هو لسه عنده اتناشر سنة عشر سنين عشر سنين ما بلغش فتلاقيه ملوش لحية يسمى امرد فبيقولك ان دول منافقين منافق منذ ان كان امرد ناشئ صغير شارب نفاق عشان كده ربنا قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه قال له لا تعلمهم نحن نعلمهم المارد المنافق المارد ده ربنا بيقول للنبي انت مش تقدر تعرفه لانه ممثل قدير متقن يعرف يخدع لانه منافق من صغره منافق فشب بقى التأسيمة دي ان نبر واحد يحلفون لكم لترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين اتنين الاعراب اشدوا كفرا ونفاقا من دول اللهم اجدروا ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله ثلاثة من الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول يبقى انت نوع الثالث ان يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الى جانب ان يعلم حدود ما انزل الله على رسوله ليفر من هذين النوعين نمر ثلاثة واحد اثنين ثلاثة اربعة السابقون الاولون الذين اتبعوهم باحسان احسان اتباء السابقين الاولين من المهاجرين والانصار وبعد كده خمسة وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق انت منافق من امتى وشغل في النفاق من امتى وبعدها بقى ايه واخرون اعترفوا بزنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا كفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره قديمه وحديثه خطأه وعمده جده وهزله سره وعلانيته اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وقطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم صلي وسلم وبركاته على سيد محمد دعونا نستكمل في اللقاء القادم وحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله واعتصنوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم من لخبين قلوبكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة